على وقع الحدث الأبرز قمة جدة وفيها من سرقت الأضواء بحضورها دمشق التي امتلأ مكانها في زمن لا يصح فيه إلا أن تدور عقارب الساعة العربية تجاهها في حين تغير المشهد تدريجيا وتسيد خبر مشاركة سوريا في اجتماع القمة العربية الثاني والثلاثين عناوين عريضة جميع مضامينها لا تغال إن اعتبرت أن الحضور السورية هو الفصل الأخير من فصول الانتصار جمعة الأسد هكذا اختار البعض تسميتها مشهد ينساق 15 عاما في الذاكرة المكان العاصمة السورية دمشق الزمان 29 من آذار 2008 أما الحدث مؤتمر القمة العربية العشرين قد عملنا بكل إمكاناتنا على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح هذه القمة وسعينا لتجاوز الكثير من العقبات التي تعترض سبيلها لا سيما وأننا ندرك جميعا صعوبة المرحلة ودقة التطورات التي تشهدها منطقتنا رغم كافة الضغوط التي كان يعاني منها العالم العربي تحضيرات كبيرة شهدتها الدولة المضيفة السورية عقد المؤتمر بحضور عدد من القادة فاق مؤتمرات عربية سابقة 11 قائدا عربيا شاركوا وتسعة غابوا لبنان تغيب بسبب الضغوط الخارجية وعدم انتخاب رئيس جديد إضافة إلى كافة الدول العربية التي مثلت في المؤتمر بوزراء ورؤساء وفود غير القادة المشاركين بالمؤتمر فكان حضورا جيدا وناجحا وبشكل فاق التوقعات نظرا لصعوبة الضروف وقبله 28 من آذار 2008 اجتماع وزراء الخارجية العرب من 18 وزيرة خارجية مثلوا بلدانهم وهو بحد ذاته من أعلى مستويات الحضور في القمم العربية لوزراء الخارجية العرب مسار القضية الفلسطينية تطور الصراع العربي الإسرائيلي المشكلة اللبنانية أنذاك قضايا المنطقة الأساسية المدرجة على جدول الأعمال إضافة للتأكيد على احترام ووحدة وسيادة العراق وبحث التضامن العربي وتنقية الأجواء العربية ليصدر البيان الختامي بقرارات عدة تتعلق بقضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها دعم حق سوريا في استعادة الجولان التضامن مع سوريا ولبنان في مواجهة إسرائيل السلام العادل والشامل خيار استراتيجي إدانة جرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين رفض العقوبات الأمريكية ضد سوريا احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق أقرار ورقة النهوض باللغة العربية إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودعم السلام والتنمية والوحدة في السودان لا أعتقد بأن عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك يبدأ بهذه النقطة بنقطة الحوار من دون حوار لا قيمة لأي لجنة أو لجان نشكلها رغم كل الصعاب انعقدت قمة دمشق ونجحت واتخذت قرارات مهمة فاتحة الطريقة أمام العرب للتعاون وحل خلافاتهم وأنه ليس أمامهم سوى التضامن هذا انتصار عظيم للقائد والشعب نفس الواد وهذا دليل على أن الشعب متماسك وملتح ما أباده لحتى أوصل لهذه المرحلة انتصار عظيم لهذه البلد والرئيس بشار الأسد شيء يدعو لنفخر يعني إن شاء الله بتكون فاتحة خير بتتحسن وضع اقتصادنا بتحسن قيمة تعملتنا الجامعة العربية هاي بداية خطوة جديدة لمرحلة أحدث من قبل نستبين من تجاربنا الماضي حتى نقدر نمشي لقدام أكثر هاي أحلى رجعة وريتا مبروكي ومبروك التضامن العربي وإن شاء الله منرجع مثل أول وقبل عرفان شلون ونحن مبسوطين الشعب يرجع لبعضه مثل الجامعة العربية رجع السورية الجامعة العربية ما في حلمنا بالعالم ورجع كتير قوي وكويسي والله يبعد الخير يا رب